آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذن قضية الدعاء هذه توسطت عمل الليل وعمل النهار وعمل الليل إذن في الوسط هذا الوسط هو الذي يكون الإنسان أكثر انكسارا وأكثر إحساسا بالجوع وأكثر إحساسا بالتعب فيكون جسده متعبا فيؤثر ذلك التعب وعلى قلبه فيكون قلبه منكسرا لله الإنسان يكون مهلوك ما كيبقاش فيه التعنتيت تنقص منه الكبر تنقص منه العجب ما كيبقاش حاضي الناس كيبالي حاضيها رسو فهذه الحالة الله عز وجل يعني هي إشارة وليس من متين العلم لكن من اللطائف التي يذكرها أهل التدبر فيه إشارة أن أفضل وقت للدعاء وذلك ذكره جمع كبير من العلماء للمعاصرين للمتأخرين ولا المتقدمين كيباليك ودي أن إشارة إلى أن هذه الفترة ذي الإنكسار هي أكثر فترات أو يعني أكثر محطات اليوم مدعاة لقبول الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسقل في سورة نمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذن أمن يجيب المضطر أي أن الذي يدعو الله عز وجل وحاله حال المضطر فهذا دعائه يستجيب الله عز وجل له ونحن في حال الانكسار نسار الله عز وجل سؤال المضطرين إن شاء الله تعالى والله عز وجل يستجيب دعاءنا فإذا كان الانكسار والتعب مدعاة إلى إلى انكسار القلب وتوضعه لله عز وجل في آخر اليوم فما بالك ونحن في آخر الشهر في آخر الشهر رأي يكون الإنسان يعيشي شوية وكذا هذا وقت الاجدهاد هتقول لي يا عينة هنقول لك اجدهد في الدواء حيث هذا الاجدهاد اللي كان طلبه وحنا ما تنطلبهش الاجدهاد لأنك تخرج جيب عشرين دوراء للحي دي لكم ولا لا أقلسي في داركم ناك نقول لك اجدهاد في الطاعة والاجدهاد في الطاعة لمن أحب ربه عز وجل إنما هو حلاوة على حلاوة وحنا تكلمنا في بداية المجلس قلنا تعلم من هو ربك عز وجل لتحبه فإذا أحببته تفانيت في طاعته تفانيت في طاعته فإن المحب لمن يحب مطيع إذن قضية الدعاء يجتهد الإنسان في هذه الأيام نقول دباء الكلام نعلى الدعاء ودوين على قضية الدعاء ودوين على العبادة ودوين على العشر الأواخر قضية ليلة القدر بعجالة الكلام عن ليلة القدر يعني يطول نحن مجلس علمين ليس بمجلس علمين حتى نفصل من الجانب النظري الجانب النظري أي واحد فيكم ندخل لأي تفسير من تفسير المعتمدة لصورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وديك الساعة نعمدي ستمتع مع رساتك لما سميت ليلة القدر هل لأن فيها مقادر العباد توزع على المقادر السنوية هل ليلة القدر تسمى لأن القدر هو العظم فيعني ليلة القدر أي ليلة الشأن العظيم هل تسمى ليلة القدر لأن من الضيق القدر قدر عليه رزقه أي من الضيق الضيق الأرض بساكنيها وخصوصا بزوارها الملائكة تنزل الملائكة وتنزل أي تتنزل دليل على الكثرة ودليل على السرعة لأن النقص في المبنى يدل على النقص في المعنى تنزل ما قال تتنزل وهذا دليل على السرعة إن سرعة التنزل وكثرة التنزل يعني تتنزل فيها الملائكة بقدر لا يمكن أن يضاهي يوم آخر قدر هذه الليلة في السنة كلها تنزل الملائكة والروح وهذه ليلة يعني يعاد فيها ربط السماء بالأرض عبر نزول الملك جبريل عليه السلام وهذا من مكرمات هذه الأمة هذا من الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة لم يعطيها لغيرها لأن سيدنا جبريل في الأمم السابقة إما كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين وإما كان إذا كذب الأنبياء كان ينزل بالعذاب أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن توقف جبريل عن النزول بالوحي لكن رحمة الله عز وجل واسعة فشاء ربك أن يكتب لنا أن ينزل جبريل عليه السلام لنتشرف بنزوله في ليلة القدر إن حكى من الله سبحانه وتعالى أنها أخفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهمني واد النقطة هذه النقطة للإخفاء ليلة القدر كهمني فيها جزء الأجزاء الجزء الأول سبب أنها أخفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام والجزء الثاني هو الاجتهاد في الطاعة لتحرها من بعد الصلاة قال لك تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر تحروا في الويتر من العشر الأواخر المهم أحد الصالحي لعله سلنا عبد الله منهم سعود إن لم تخني الذاكرة والحفظ خوان لما سئل عن ليلة القدر أي ليلة هي أعطيوها الجواب التربى ويعطاهم والله يكتب بماء العيون سمعني مزح لقل لي واش كدا واش كدا واش كدا أعطيش قاسلنا عبد الله منهم سعود نهار سمع تضربني الضوم على قلة الأدب اللي فيها قال لي هم من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر اش الناس كي كتفكر احنا كنت حاسبوا اكره هنا هاش يقولوا لنا اشترفان رأى نهار فلان فلاني صافي ديكراري نهار فلان فلاني ليلة القدر صافي شباب جمعوا ما كيلاص الله لوالو نهار فلان فلاني الله مش نصلي سبحان ربي العظيم سلينا تقبل منا صالة الفزر نطود قعد لديوركم يا الله سيد عام دي التحرامية لا قال ليهم من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر وقيام السنة أدناه يكون بإدراك العشاء والصبح في جماعة تقدر جيمتها دي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليلة كلها يعني يكمل النصف الآخر لأنك هنا حديث آخر يقول فكأنما قام النصف الآخر فحمل هذا العام على هذا الجزء فجمعت فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليلة كله بالنسبة الرمضان كتصدم عموالي نظار إلى آخره من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني احتيت سليدك الباركة اللي غادي يصلي بكم من أب والأخ ولكذا كتب له قيام ليلة نزيدك هاوحد أخرى تيد القيام العمس إذن قضية التحرم زيال إنسان يتحرى إلى آخره وقلب الله وقل العلامة الليلة كتكون هادئة يا أخي دعكات وقحة ذنت الليلة وش هادئة وش ماشي هادئة ذاك الوقت عباد الله رقرات في القرآن ودعات وصلات سير نعم سيدي نود خلب ما ش تدير إذن نجتهد في هذه البقية كلها ما تفوتناش كي قلنا الصروات الفريضة نديرها جماعة مع أهل البيت بالحد الأدنى جوج ثلاثة المهم بالحد الأدنى إذا سكن بوحدك في البيت ديالك ما كينا جماعة مع ما تصلي جماعة الله عز وجل إن شاء الله تعالى بنيتك الله سبحانه وتعالى يأجرك لكن تكون الصلاة بداية تكون الصلاة على وقتها فهذا الجانب هذا مسألة التحري يكون بالاجتهاد في العشر الأواخر كلها والدعاء وكثرة الدعاء السيدة عائشة رضي الله عنها لما كان ذكرت المسايل اللي هي مشهورة لأن الحمد لله مشهورة عندكم لا دعية لإعادة لإعادة تكرارها فهي معلومة عندكم كما ذكرت الغرض عندنا هو القيام للعمل القيام للعمل القيام للعمل السيدة عائشة رضي الله عنها لما ربما الشباب الذين اللي أول مرة يسمع الكلام لكذا فنقول لنا السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه يعني يا رسول الله دابا إلى يعني سقط الخبار يعني جاتني الخبار بل يرى هذك يا ليلة القدر فما عسى يا أقول شنو الدعاء اللي ندعي به هو يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما بقاش يعطيها اعتدوك الأدعية دي اللي هو واتساب فهال 88 ألف استر لا أنت لا تتعامل مع بشر حتى تحتاج للتملق إليه بكثرة العبارات ضع الزول اللي يحتاج منا لأن نتملق إليه ابتداء بقلوبنا اللي كيعرف كيف يتملق لربه هذا شيء طيب لكن القلب هو اللي يكونك يتملق لسيد ربي فقال لها قولي اللهم وهذه الجمع الأسماء الحسنة كلها اللهم ومنهم من قال الميم اللهم الميم هي حرف النداء لكنها أبدلت بذلك الميم حتى يتبرك العبد بذكر لفظ الجلالة قبل حرف النداء اللهم ومنهم من قال تلك الميم جمعت معاني الأسماء الحسنة كلها وكلام العلماء في هذا الطويل المهم تخرج من القلب اللهم إنك عفو تصفه بالعفو أعلى درجات الصفح والمغفرة اللهم إنك عفو وتزيده وصف آخر تحب العفو وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم تحب العفو والثانية والثالثة والرابعة والخمسة وكتستشعر قاعدك الذنوب والخطايا اللي عشتها وكتطلب الله عز وجل يعفو عليك ديك لهذا رديره والله يعفو علينا وخلاص خرجها من القلب النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك كلمات يسيرات باش تسهل عليك الحفاظة ديالها بلسانك لكن الخدمة فين كينا الخدمة كينا في القلب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وكتر منه كتر منه يالله عيد 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 هذي فيما يتعلق في تحري الليلة أرى لي سبب إخفائها عن النبي صلى الله عليه وسلم وديك تامني بزاف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها يعني نزل علي الوحي إنها يوم ليلة كذا وكذا خارج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه هذور الصحابة خير جيل فوجد رجلان يتلحان جوجك يتجادل عملا لا والضييت لا مشيادك لا والضييت لا لا ما تبدأ والضهي ما سويت عاسي دي حيد علي وجد رجلان يتلحان ما وجد رجلان يقتتلان ما وجد رجلان يقطعان رحمهما ما وجد رجلان يعقان أبويهما ما وجد رجلان أحدهما يفسد في الأرض بالزنا ما أول آخر يفسد بالسارقة ما وجد رجلان يقطعان الطريق ما وجد هذل مصائب ديالنحن اللي عيشين هداما ما وجد رجلان يدخنان المخدرات مباشرة بعد أداني المغرب ما وجد رجلان يخرجان قلمينات الخمر خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان ما وجد رجلان يأكلان من أموال المسلمين العامة ما وجد رجلان يختلسان من الأموال للفقارة والمساكين ما وجد رجلان يؤذي بعضهما بعضاً بالسحر والشعودة والكفر ما وجد رجلان يفعلان هذا وجد رجلان يتلحان جوجتي جادلو فوجد في نفسه شيئاً عليه الصلاة والسلام قف يلحاناً تقلق عليهم غضب ثم دخل فلما دخل أنسيها ها علاش عمس وفي هذا تربية للأمة قد قل لي يكون عامة 100 لا قدر الله وما شاء فعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لكننا نقوله كن غير هادي لا نقول عوتانيس إن آدم عليه السلام كن غير ما كلاش من ذلك هذه أقدار الله وأقدار الله التي هي نافدة أقدار الله نافذة لا مرد لقضائه وحتى نجده نحن في الطاعة والعبادة وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى في إخفائها لكن السبب علينا أن نتذكره إلا كانت الملحمة بن جوج رفعت عنا يوم ليلة القدر فكم من البركات رفع عنا بسبب الذنوب والمعاصر التي نرتكبها وعلى رأسها كثرة الجدال وكثرة الخصام ضربط ليلة الفيسبوك من ننسى له هذا المجلس هذا ضربط ليلة الفيسبوك قبل ما تبدأ تكتب خليني من الأخرين كانوا معك أنت وكانوا معك أنتي ضيفة تحليك قبل ما تقلس بتهترز وتكتب لا دارول لا تدارول لا خرج هذا لا كتب هذا قلس وشوف نظرة تمحيصية للمنشورات في الفيسبوك وشوفش حل دي الجدال وشوفش حل دي المراء وشوفش حل دي الفجور في الخصومة في نظرك كم عدد البركات التي ترفع يوميا بسبب هذا كم عدد البركات التي ترفع يوميا بسبب هذه الجدالات العقيمة لا إله إلا الله حسبون الله ونعم الوكيل حسبون الله ونعم الوكيل طيب لعلنا نختم قلت لكم من طول سو كان طول في كل مرة يعني حتى نختم إن شاء الله تعالى إنسان يحرص ليس فقط على فعل الخير لكن على المحافظة على فعل الخير والذي جاء بالصدق وصدق به يعني حافظ على صدقه حتى أتى به يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم جاءوا بذلك الصدق إلى يوم القيامة حافظوا عليه إلا من أتى الله بقلب سليم حافظ على قلبه سليما إلى أن أتى به الله عز وجل فلقيه وهو عنه راد إذن القضية ليست في أنني اندعي ونصلي وهالشكول اللي قلناه القضية في فعله والإخلاص فيه والمحافظة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه والحفاظ عليه هل أنت قريتي القرآن ونظرت بأعينك في المصحف وذا شيء طيب بلس دي تي قلسي بلس دي تي أفلام ومسلسلات لا القرآن في الصباح الملائكة اللي تسجلت لك أن قرأت القرآن في الصباح ما قد تسجلت عليك بليرا قلسي كتفرج في مسلسل ماجي داعر يفكك الأسرة من جذورها يدفع الفتيات إلى السفور دفعا ويسوق الشباب الذكور إلى الإنحلال سوقا شنو زعمها داك شنو زعمها ما كي تقيج ولا الملائكة هما في حل الحجر الصحي كنسدو عليهم على الخمسة ما كيبقوا وقيدو تحاجا إذن تحافظ على نظرك لأن رمضان كما أمرنا أن نصومه فنحن مأمورون بأن نصونه هذا صوم وهذا صون هذا صيام وهذه صيانة تصونه تحافظ عليه هذا هو رمضان رمقاتش فإنك الدير الطاعة فإنك الدير الطاعة وتحافظ عليها ولا يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا حسناتها لأن الصدقات تصدقتم بها حيث هديم فنجان جات من رأى الذين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نمتة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لميشاء والله واسع عليم والله عز وجل تكلم عنها شوفش حد للخيرات وحسناتها تشو مزيان لكن إن أتبعت صدقتك بالمن والأذى مشات إذن اش نوقع درتي العمل لكنك لم تحافظ عليه يَا يَوْلَذِينَ آمَنْوا لَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَذَى إذن هد لتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى للي شارة هذا مر معنا هد نداء يَا يَوْلَذِينَ آمَنْوا لَتُبْطِلُوا صدقاتكم بالمن والأذى تجدونه في اليوتيوب نداءات لإيمان يسير العمري تجدونه كين في هذا الدرس هذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنية والأداء على مبطيلات الأعمال ما تضيعش في الوقت بزال نقول نبارك من الاستماع تبطلوا في الوقت بزال تبطلوا الأمور التي تبطلوا الأعمال ما يبطلوا الأعمال بالكلية ما يبطلوا الأعمال جزئيا ما يبطلوا جزءا من الأعمال لغير ذلك يعني تعرف الخطورات المسألة وتقوم إلى حال سبيلك للعمل إذن الانتباه للمحافظة على الأعمال المحافظة عليها من فضول النظر إلى الحرام من فضول النظر الذي يؤدي من كثرة النظر إلى المباح إلى النظر إلى الحرام سواء في نهار رمضان أو في ليلي رمضان وفي النهار أشد المحافظة على الأعمال من خطورة اللسان آه هي اللسان من لسيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تيشد لسانه هك وتقول لهذا الذي أولدني الموارد هذا اللي غير خرج عليها هذا سيدنا أبو مكر تشد لسانه تقول هذا اللي غير خرج عليها إحنا نشدنا لساننا إيش غادي نقوله إله وشد لسانه بالمسبحة والإبهام بالسبابة والإبهام إحنا رخصا نشده بذلك البانسا يطر طق وشوف تشوف ولكن الله عز وجل الرحيم ما طلب مننا هذا طلب مننا فقط أن نحافظ عليه لا نعتبره مثل الأسد فلا نطلق العين لأنك اعتبر لسانك مثل الأسد كما كان يقول بعض علماء السلوك والتربية لسانك اعتبره أسدا فإن أطلقته كنت أنت أول من افترسه ذلك الأسد تخيل عندك أحد الأسد وساد دعليف أحد القفص إذا فتحت القفص من أول من سيفترس أنت تشوفي أن أنت أول من سيفترسك الأسد تفهمنا؟ إذن تروض لسانك كان عندنا غيبة محبطة للعمل لا محبطة للعمل غيبة محبطة للعمل قدرت لقاء راسك بين يدي الله عز وجل الله بغي تسميته تهز الحسنة ديالك تمغذي بها الجنة فيأتي فلان شنو اغتبتني في اليوم الفلاني سيب ولا قرأ من الحسنة طعنت في عرض فلان طعنت في عرض فلان اتهمت فلان قلتها حقا فلان ركن سميته القودك السندوق وشفروه إلى آخره والسيد مدنا السندوق ولا ليمون ولا كفتة ولا مليبه ولم تستحل له ولم تستغفر له ولم تسأل الله عز وجل ان يتحمل عنك ولا شيء من هذا القبيل اشكال تصحاب سيب ولا لا سيخذ من حسناتك حبيب اذا وقد يأخذ من حسناتك على قدر ما يبطل به هذا الاعمال لهذه الاعمال التي انت الآن تظن انك تجتهد فيها وتتقرب بها الى الله عز وجل الكلام والخوض في اعراض الناس ضياع الوقت في المباح ومناقشة ما يجب وما لا يجب واتهام الناس في نياتهم الخلاص اتهام الناس في نياتهم تركين في ناس كيصحبور يصموا لهم المسؤولين على دخول الجنة ودخول النار تتهم الناس في نياتهم وأقسم بالذي لا رب سوى لو سألته عن نيته لما استطاع ان يحدد لك اين كانت نيته متجهة في هذا العمل او ذاك يا أخي انت لا تستطيع ان تتسلط على نيتك أنت فكيف تتسلط على نوايا الناس رباين قد تستشهد لي ولا تعرف انهم في لحن القول اي لا تعرف انهم في لحن القول كل شيء واحد كيدوا معكم شيء مسائل مجاهرة لبين كالذين يخرجون علينا بدعواء انهم يريدون ان ينقحوا ترات المسلمين لغير ذلك وهم يطعنون صراحة في الإسلام وفي المسلمين أما تتهم فلانا بأنه يفعل فلانه يفعل فلانه يفعل في نيتهم صعيب الحال صعيب الحال إذن هذه العشر إنما هي للجد والاجدهاد يفوز فيها من فاز لا يجعل نويكم الفائز وينقالب وينكس على عقبيه من نكس ونسأل الله العفو والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كما نتضرع إليه سبحانه جل في علاه أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر والعمل فيها على الوجه الذي يرضيها عنا وأن يتقبل منا فيها دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها صالحة وأن لا يجعل فيها لأحد سواه شيئا كما نتوجه إليه سبحانه جل في علاه أن يرفع عننا هذا البلاء أو الوباء عاجلا غير آجل وأن يعيدنا إلى مساجده وأن يعيدنا إلى أرحامنا نصلهم وأن يعيدنا إلى طاعتنا لنتعبد إليه بها على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله أن يغفر لنا وأن يمتعنا وإياكم بالطاعة والعافية حتى نلقاه وهو راض عننا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين وتجاوز عننا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته